تكملة لإنجازات نادي الزمالك في الألعاب الجماعية والألعاب الأخرى غير كرة القدم زي ما قلت لكم في برنامج زمالك اليوم هنهتم كثيرا إن شاء الله بكل النجوم الزمالكوية مش كرة القدم فقط كان من شوية معنا تاني العالم في الكروكي هذه اللعبة الشهيدة ولكن اللعبة اللي معنا اسمها أم الألعاب ألعاب القوة هي لعبة بتجذب الجميع بما فيهم عشاق كرة القدم ويمكن خصوصا في الأولمبياد أو في زي ما بيقولوا اليوم الماسي تقريبا أنا عايزة أفتكر دايما بيكون في يوم ماسي كده أو بطولة ماسية بتقام في دول كثيرة على مستوى العالم وبنستمتع بيها كلنا وكل أبطال العالم بيكونوا موجودين فيها ألعاب القوة في نادي الزمالك مشهورة من زمان ولكن لأول مرة بتحقق 16 بطولة منهم 6 مركز أول وبتتصدر ألعاب القوة في نادي الزمالك بطولات تحت 16 سنة و18 سنة و20 سنة على مستوى الجمهورية عشان كده النهاردة بنستضيف مدربي طبعا مصر ومدربي نادي الزمالك نبتدي طبعا بالدكتور حمدي عبد الرحيم المدير الفني لألعاب القوة بنادي الزمالك كابتن حمدي إزا حضرتك نا لو سأم بيك كابتن خالي إزا صحيح الحمد لله في الحمد لله كابتن محروس علي محمد طبعا المدير الفني للمسافات الطويلة والمش أو المدرب 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 كابتن إزا حضرتك وشرفتيني ونورتيني دكتور حمدي نبكدي مع حضرتك حضرتك كنت لعب العب قوة؟ أه لعبت في الأب خوة دخلت وانا في إعدادي نادي الزمالك وما خرجتش منه ياه أه يعني نادي الزمالك دخلت وكبت يا الله يا رحمه كابتن عبد الله مصطفى وجابني من مدرسة مبابة الحديثة وقعدت في نادي الزمالك لحد ما وامتهنت البتاعك أوستاذ في الجامعة وثم مدير مركز تنمية على المستوى للاتحاد الدولي في الشرق الأوسط وطركت يمكن الزمالك فترة والحمد لله أنا طركت في الفترة دي فترة كانت تعتبر انتكاسة في نادي الزمالك المجلس السابق وفترة كانت انتكاسة أنا كنت حزين عن نادي الزمالك كان لعبة التتابع ما بيلاقوش في النات موحدة مش كده محروص بيدوروا على فنات موحدة شنعبوا التتابعة يعني وصل نادي الزمالك إلى درجة من التدني محروص يمكن من ضمن الضحايا اللي هما ما أبضوش مثلا حوالي سنتين ونص أو ثلاث سنين قبل ما نماجي وقبل ما المجلس الحالي يتواجد فجيت لقيت الفرقة ما فيش فرقة فيه انهيار الأبطال كلهم عزفوا عن الفرقة وسابوا الفرقة لقيت لعب واحد بس اسمه محمد عصمت ده كان تحت عشرين سنة كان بطن مصر وبينفس على الميدالة الدهب في الدرجة الأولى في لف ذلك ما فيش فرقة ما فيش لعبين خالص بطلتوا بقى تكوينوا غريب من جيد واستقطاب لعبين وتعاقد مع لعبين وصلنا لمرحلة إن الموسم ده من قمة اسبوعين كان فيه فوق الخمستاشر لعب من مختلف الأندية بين فيهم الأهل والشمس والجزيلة كل الأندية ما دي من عايزين يجلون زمالك يجلون زمالك ليلا انتقلنا نقلة لعهد المجلس الحال بلس المشتر مرتضى من النصور نقلة كل المدربين وكل اللاعبين بيتمنوا النوم ييجوا عندنا أعزي أقولك إن آخر صفقة جاتنا عندنا أربع لعبين من نادي الشمس بتوعزانة ومدربهم أنا عارف إن المشتر مرتضى أي لعب موهوب في أي نادي ما بيتقلوا حتى في أي لعبة ما بيرفدش بصراحة عمر وما رفض لنا طلب وفعلا يعني بفضل ربنا ودعم السادة المسشار ومسشار أحمد جلال ومجلس الإدارة عموما نادي الزمالك بقى في مكانة أعزي أقول لحباك إن مجلس إدارة الاتحاد المصري ما بقاش وراه مشاكل غير نادي الزمالك نادي الزمالك باللوايح بتاعته ونادي الزمالك بالنجومية بتاعته ونادي الزمالك بالإنجازات بتاعته أصبح مطمع لكثير من اللاعبين ومدربين ومعزيون للزمالك حتى في جنب حصل مشكلة بيقولوا نادي الشمسي لعبها حوالي عشر لعبين عزيين ينتقلوا لنادي الزمالك طب مش مشكلة الزمالك مشكلة الإدارة عندهم في أرابة إذن أصبح نادي الزمالك هو نادي الجالب لكل اللاعب في مصر الحمد لله بسبب التعاقدات والمالية وبسبب الاستقرار اللي بيشوفه كل أبطال مصر بقوا موجودين في الزمالك عصر ما بقولش بلكنين بقول لحرارك احنا ماشيين في طريق بنيين بأولادنا واللي جابوا الإنجازات دي أولادنا يعني 18-18-20 سنة احنا كذبين الـ 18-20 عمساوج جمهورية عمساوج جمهورية أول والدرجة أقولها واخدين تاني كلهم بأولادنا ودي احنا عملنا يمكن فكرة جميلة عملنا مركز تدريب شفنا أفضل العناصر موجودة فيهم في المحافظات جبنا من الأقصر جبنا من الغربية جبنا من اسكندرية وجبنا الفيوم عملنا أربع مراكز وفعلا مجلس قدرها وافق لنا على المراكز دي والمدربين هم اللي عاملين إنجازات مع القاهرة فأصبح فيه تكامل من مختلف العناصر طبعا حذكت دكتور في تربية رضية؟ آه بس قسم علوم الصحر رضية وأصابات تأهيل وأساسا لعبة العب قوة كتلعبتك إيه كتلعبتك إيه كتلعبتك؟ 400 متر و 400 حواجز ياه؟ آه عن فكرة صعبة جدا قوية مش آه قوية جدا آه قوية جدا آه آه فبعدين تبتعشق اللعبا بسنع كمانة كتلعبتك أنا فاكر كتلعب قوة بيتمرنوا معنا صح في نفس توقيت فاكرة كنت كان في نفس توقيت وأنا فاكرة كان بطلة مصر وأفريقيا كريمة مسكين كريمة مسكين في يوم كريمة أنا فتكرة كنت أعب بمرة اللعبة بتقول الحواجز كان بطل إزانا كمان آه عمر آه عمر صعود كان عندنا العبس محمد السامي كان بطل مصر والعرب الزائف في الحواجز بمرنه هو ميسرم لقيت بنتي ماشي طويلة معها واحدة صمرة كده من دمنيجة ونطس والحاجز رأت مؤهها هبت فيها وتعالى كسرت الحاجز لازم تلعب ألعب قوة فضحكت لما قيتني بابتسم دحكت لقيت لي يعني ألعب قوة وضحكت لها كذا كذا اديتها لكبت حصلنا تجرب بنا دي الصحة أيوكا تحصلنا شيخ المدربين شيخ المدربين فعلا لا ينسى يعني آه واتمرنت معها علي طب مرنها بس الأسبوع علمناها القانون فقط مش مرناها علمناها قانون فقط في خلال الأسبوع كانت تاني مصر في الميتين متر في اسكندرية كريمة آه ودي كانت آخر بطولة تغطية تاني بعد كده مفيش كله أول عطول أول مصر أول عرب مفيش زياة تانية لا حاليا مفيش ولكن إن شاء الله مصر ولدها عندنا بنت نتمنى لها يعني الشفع حاليا لأنها بنت لعب بطل اسمه عمر إبراهيم رحمة الله عليه كان مدرب زمينة واماها كانت سامري كابي بطلة وشغالة إدارية فلاندي بول ومريم عمر إبراهيم حاليا أنا بقول لها حضرتك تذكر هذا الاسم في المستعبل هتبقى كريمة مسكين رقم 2 عندها كم سنة؟ عندها 13 سنة تقريبا أو 14 سنة لا هي أصيبة في الهندي بول طبعا تلعب كابتن هندي بول وخدوها منتخب للمرحلة الأعلى وبطلة مصر في الـ 400 حواجز 300 حواجز البنت ما شاء الله من ضمن اللاعبين اللي خدوا أول 16 في الـ 400 وخد أول 20 نفس الفيرة بتاع 16 ده أول 20 أربعة في الـ 400 وهي عندها 13 سنة؟ وهم بنت صغيرة يعني تعارف لا يعني الحمد لله ماشيين بخطوات مدروسة وجميلة وإن شاء الله المسابة الأفضل كمان إن شاء الله محروس كلمنا عن البطولات والكاسات اللي احنا بنعرضها تلوقتي دي دي بطولات إحنا 16 سنة كسبناها من الأهلي الأهلي خد ثالث مفروض الأهلي كان هو البطل؟ الأهلي كان البطل أه إحنا ماشيين بـ system معين مع الدكتور حمدي أه إن إحنا هنبصش تحت رجلنا هنعايزين نبصه قدام أه السنة اللي فاتت ماخدناش أول أه لكن السنة دي قلنا هناخد أول إحنا كنا هنكسب الدرجة الأولى وكان في حسباتنا إن إحنا نكسب الدرجة الأولى وإن نبقى يعني في شغل أكتر بس هي حصل لنا مشكلة في الدرجة الأولى قلنا الأسامي بس عشان هما بيحبوا يعرفوا أساميهم اللي على الشب مارين دي يوسف مارين وريب ويوسف مارين عمر رايم هدي مارين اللي أنت بتقول عليها تكون بطلة اه هي دي بطلة وده يوسف بطل لـ 110 عاجز تحت كم؟ ده تحت 20 سنة ده كابتن محسن الصياد ده كابتن محسن الصياد وده لعبته مارين مارين مكسيموس ده كنت بجريوم في الرمل عشان رجليهم بتقوة أليه؟ فاطت الإعداد بجريوم فاطت الإعداد بجريوم بفريت التابع بفريت التابع بسم الله ما شاء الله نرجع تاني لكابتن محروس ونعرض بقيت خدنا أول جمهورية الأول الجمهورية 16 سنة في كل الألعاب القوة؟ يعني في في الضحية الضحية اللي هي اللي هي بتبدأ هما ست لعيبة بيلعبوا ونتيجة أحسن أربعة ودي بيلعبوا أربعة كيلو أربعة كيلو ماشي؟ أربعة كيلو جاري جاري؟ ده الجاري دول فرقة بتلعب بقى فيها 12 فرقة 13 فرقة بيشتركوا كم كم فريق بيشترك في الوضحة؟ على مستوى مصر؟ على مستوى مصر؟ احنا خدنا أول 18 سنة نفس الموضوع 13 فرقة 13 فرقة خدنا أول؟ خدنا أول والعشرين سنة نفس الموضوع وخدنا أول؟ وخدنا أول الدرجة يقول له خدنا تاني مش عشان إحنا إحنا كان في الخطة ناخد أول بس إحنا عندنا بنت صابت بنتين أو ثلاثة بنت صابت وواحدة كده كان عندها ظروف شخصية مجاتش هذه اللي بوزت معنا لكن إحنا كان في الخطة نحن ناخد أول نحن ناخد 16 و 18 و 20 درجة أولى لكن هي دي كانت هي دي اه طبعا أي واحد بيغيب يا فريطة معي كابتن محسن الصيادة اللي كان معنا في الصورة طبعا دا دي كابتن مدارب نادي الزمالك كابتن محسن زي حضرتك والف مبروك دي كابتن ثالث ألف مبروك يا كابتن الله خليك الحمد لله دا كله طبعا المتكار مرتدة منصور والدكتور الحمد عبدالرحيم وطبعا عمي سعيزة أقولك يعني الدعم للسلطة المتقرر ومقدمهنة يعني فول وصف وفول خيال وإحنا بنتتهد عشان ننفق اسم نادي الزمالك على طول يعني إن شاء الله إن شاء الله طبعا عشان رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك بيعمل كل دا عشان نادي الزمالك عشان احنا في النهاية عايزين نرفع اسم نادي الزمالك عشان عمي أيام بنعصة بإيجامي الألعاب عشر هذا الأسد بالمثال مرتبة من قوة كلمنا هل دي أول مرة يعني عارف نادي الزمالك طول عمره عنده تاريخ كبير في ألعاب القوة لكن هل دي أول مرة الزمالك بيعطى من فترة كبيرة جدا ياخد الأول في كل الألعاب في كل مراحل السنية؟ لا هو سابق قبل كده أيام في المنضاع بس الأسد نادي الزمالك بشيء نادي الزمالك بمحظمات الأول لقد قريت بسرعة من الناجي الآلي بس ما كانت في أي لعب ياخد أي مد يعني العبق أربع سين متاخدش برتباتها ويخدش بانتهم من أولياء الأمور اللي اللي عايب أجيب التعلاق بيش وأنا باخدها اه 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 يعني تقريبا كان كل لعب يتحمل تكاليف نفسه تكاليف نفسه انا كنت بجيبها 24 ولا بجيبين تبايتهم للنادي الزمالك في عصر ومنضوع عبدال اما في عصر المستدى منصوص اللعبة تتلبس وبتعملها عقودة ياخدهم تاخد فلوسة وكل سلام بص هو مما لا شك فيه ان نادي الزمالك بيعيش عصر استقرار في كل حاجة ومنهم الاستقرار المالي اللي هو اصبح شيء مهم جدا للرياضة هو ده اللي نجحنا في الناجي ونجح كل الالعاب في الناجي لان كل لعبة دلوقتي بتتمنى انها تجي ناجي الزمال كابتن محسن انا بشكرك وبتمنى لك دايما التوفيق والف مليون مبروك نرجع تاني كابتن محروسة عايزة سألها لحضرك سؤال عندنا مواهب في مصر يا كابتن عندنا مواهب كتير في مصر في مصر فيه لعبة كتير بس مفيش مادة المادة بقى شيء مهم لجذب اللاعب لجذب اللاعب واللعب بقى حيتمرن ازاي وهو ما بيصرفش عليه الحياة بقى صعبة شوية فده مشكلة مشكلة كبيرة دكتور حمدي عايزة لحضرك سؤالي يعني احنا انا بشوف مثلا فيه تفوق رهيب للمغرب العربي للجزائر للتونس للمغرب حتى في بقى فيه تفوق تفوق للبحرين للسعودية ازاي مصر 100 مليون طبعا تفوق بقى الكينيا واثيوبيا في المسافات الطويلة والحاجات دي دي حاجات تبقى يعني حاجة بتاعت ربنا كده هم اساسا فوق اكسجين فوق سطح البحر فما بيجوا دول تانية بالنسبة لهم الجاري سهل يعني صح ليه مصر ما فيهش مواهب رنانة ما عندناش بطل عالم في اي لعبة في ألعاب الكوة كان عندنا للأسف رمي الرمح ايها باب الرحمن رهاب الرحمن وكم ايقافة 4 سنين هو بس بيولوجيا ما فيش دولة تفوق في كل المسابقات حتى امريكا حتى امريكا بس عندنا مثلا من جامايكا جامايكا المغرب العربي المغرب العربي تفوق من سفاته السوطة الطويلة ومن الفين وخمسة من ساعة ما جاء عبدالسلام احيزون رئيس الاتحاد الحالي وتلاقي ان فيه انخفاض شوية في المسابق بتاع المغرب اختفى الجيل بعد زارة وعزيزه ونوار المتوكل والمجموعة دي اختفى ما ايش فيه اجيال تانية بيطلع واحد فردي وشم جاروش بيولوجينا تلاقي حتى من السواء افريقيا احنا ابطال في الحاجات اللي فيها عافية فيها قوة رفى الاسخال الملكمة المصارعة الرامي الرامي فعشان كده كان اياميها قبل الزينك كان ناجي اسعد وحسن حماد ومش عافية ومحمد نجيب كل جل كانوا ابطالوا الافريقيا في اللي كانوا في الرامي فاحنا فعلا متفوقين في الرامي لجيناتنا الوراثية وبالرغم من ذلك لما تيتقول لي ان انا عايز اعمل بطل صناعة البطل مكلفة جدا جدا احنا السيستم بتاع ادارة المسابقات في العاب القوة في مصر سيستم عقيم شوية معلش ليه اقول لك ان اللاعب عشان يبقى بطل لازم عايزة من عشرين لتلاتين منافسة على مستوى العالم اللي هي البطولة المساية دي اللي بيشارك شامل جروش جبنا مدرب بتاعه هين عندنا عبد القادر القادم وادى محاضرة لمستوى طويلة قال لك ان شامل جروش بيطلع من مستوى البحر فوق مستوى المرتفعات وبعديها بخمس تيام بينزل خمس تيام بيكون لعب بطولة لازم يحطى من رقم الله معنى كده انك عايز تاخد لعب الجري وتوديه مرتفعات وتنزلوا فترة محددة ومقاسوا الفترات هل يطرب بيعمل رقم بعد 4 تيام ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة موضوع علمي فترة المسالية كانت خمس تيام وبدأوا يعملوا معها البرامج كزالا فده مكلفة فعلا اللي أسف احنا عندنا اللعب بيلعب بمسبئتين في السنة بطلتين في السنة ما عميش نتيجة شام الجاروش كان بيلعب كل اسبوعين يلعب بطولة وكل اسبوع بطولة مش شرط يلعب مسبئتوة لكن في منافسات أنا كنت بطولة الأولمبيات اللي فاتت كان عندنا عمر في 100 متر عمر سعود كان بيحاول يخش البرحلة مراحل البيئية ولم يستطع ولكن هو أسرع لعب في مصر يعتبر هو من دمياط اعتقد لعب كان كويس بس هو يعني ما عرفش ليه النجوم عندنا في مصر اختفى خلاص اختفى بطل خلاص يعني في طريق يكاد يكون بطل يكاد يكون بطل وكان يعتبر أسرع لعب في مصر أفضل لاعب في 100 متر أفضل لاعب في 100 متر اللعيب النجوم ما عرفش ليه سايكولوجيا بم لما تشوفه تقوله الله ان كان عندنا رحمة الله عليه نفع مرسال آه طبعا نفع مرسال في عز قوته برضو نفع مرسال بالغزال ده آه الله يرحم كرم جابر في المصرع برضو كان في عز نجوميته كان في مشاكل نفس الكلام عمر سعود في عز نجوميته كان في مشاكل ما تعرفش ليه النجم لما بيحس ان هو هو الأوحد في المجال بتاعه بيحصل بعض التمرض على المدرب أو الاتحاد أو في النهاية بيكون سيكته مش طيب معايا كابتن حسن علي مدرب ناجزة مالك في المشي يا كابتن حسن زي حضرتك ومليون مبروك كابتن خالص زي حضرتك الله يخليك يا كابتن حسن ومبروك يا كابتن الله يبارك في حضرتك والسلام اللي يو في حضرتك كابتن محروس أخوي يا حبيبي خب بالك أنا بنافسك خب بالك أنا كل يوم بمشي حبيب يا كوك والله يا كابتن خالد والفضل طبعا نرجع لربنا ثم المشياء المرتضى صحيح صحيح ودكتور حمدي الرجل المحترم دوت عمل طفرة كبيرة جدا 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 من ساعة تمسك كابتن الزماني كرئيس جهاز عمل شغل كويس جدا جدا دعمنا كويس جدا النهار دي نادي الزمالك اللي عدت تحت سباشال سنة بياخد خمتين ألف جنيه فالكلام ده مش موجود في أي مكان في مصر ولا في أكبر أندي في مصر اللي في نادي الزمالك بس هو بيني وبينك بيني وبينك يعني أنا على يدي يعني على فترات عشتها في نادي الزمالك كان العلعاب الأخرى مهمشة نوعا ما جدا وكان فلوسه مليلة جدا وكان ممكن تقعد للأسف عشان تلاقي رئيس النادي تقعد تدور عليه سنتين وتقعد 3-4 سنين ما تاخدش مرتبك واللعيبة يطلع عينيها وتروح للإدارة عشرين مويت مرة والمدرب يعني ويعودوا يتخانقوا مع المدرب فين فلوسنا والمدرب يروح للرئيس النادي ما يلاقوهوش تتقصص أنا كنت بقعد في نادي الزمالك 800-1500 حضرتك أنا بطلت بسبب الفلوس وبسبب أن أنا كنت قعد سنة وسنتين ما خدش الله شهر واحد النهاردة إحنا كمدربين بنقبط شهر بشهره اللعيبة بيقبضوا ماشاء الله قبضي جامد جدا جدا وكل الناس إحنا عندنا في الفيوم حضرتك كل اللاعبة اللي في الانديها الأخرى عازيني جنات الزمالك وأنا بأكد على كلام الدكتور حمدي اللي بيقوله كل الناس عندنا في الفيوم عازيني جنات الزمالك مش في الفيوم بس بكل أرحاء الجمهورية التفرة الجميلة اللي ساتة نشارة عملها وطبعا الدكتور حمدي راجل يعني معروف جدا 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 يعني ربنا إحنا دايما معك يا دكتور إن شاء الله بإذن الله وأنا بقى دايما أحسن من كده مت مرة إن شاء الله يا دكتور شكرك جدا مشكرك جدا كابتن حسن علي كابتن محروس حضرت كنت لعيب إيه كنت لعيب ماشي ولعيب مسافات طويلة لعيبت ماشي ولعيبت ماشي ومسافات طويلة يعني طول عمرك كنت بتاع الماشي بتاع الماشي ولعيبت الضحية ولعيبت الخمسة والعشرة ولعيبت مرسوم تسمى لك الماشي دي لعبة صعبة جدا صعبة جدا لعيبت خمسين كيلو أنا غد دلوقتي إما بتفرج على بطولة الماشي دي عايزة اعرف ازاي بيظبطوا انه هو ما بيرفعش رجلوه يعني يقعد انت فاهم اوزا يعني انت ممكن تقعد عشرين كيلو خمسة عشرين كيلو ازاي هتزبط انه هو ما بين الجري والمش يعني فيه ناس ممكن تعرف تسرق فيه ناس بتعرف تسرق والله بجده صح اه اه انا كان عندي نجو ابراهيم بطلة افريقيا او بطلة العرب وترتبها الواحد واربين على العالم في المش اه بيلعبوا بطولة العالم او مليهم طريقة كده ماشي غريبة بس ماشي كانها جارية اه لحد الوقت لعبها يعني ما اعتقدش ان وصح تيجي تاني وتجيبها تاني طب وبالنسبة للرجال ما عندناش كانوا لعيب اسطوري يعني في المش فيه لعيبة بس عاديين عاديين مش موهبة فازة مش موهبة جمدة ايه اللي يفرق كابتن يعني دايما يقولك اللعيب المسافات الطويلة الجاري لازم يكون عنده رئة مفتوحة ونفس وبتاع المشي ايه اللي يفرق المشي عن الجاري اه هو ولا برضو المشي متعب هو المشي متعب اتعب من الجاري فعلا اتعب من الجاري اه انه يحكمه قانون اه الجاري ممكن اي واحد يعمل اي حاجة يجرب روح يجرب سرعيا ما حدش اقوله حاجة لكن ده خانون اذا اخطأ فانت اكتبها بلاكيز اكتر اه بلاكيز اكتر انهم يخدش انظارات انهم انظارين والتالتي اضطرت اه دلوقتي القانون الجديد يعني يعني بقى رقفاء باللعيبة شوية بيدوم تالتي انظارات ويدخلوا صندوق كده او مكان ياخدوا فيه تلاتين ثانية او دقيقة وبعد كيه يرجع تاني ممكن يلعب تاني عشان يتحسب من الوقت اللي هو عمل فيه الخطأ يعني طيب دكتور حمدي اذا احنا في مصر وفي نادي زمالك لازم نركز اكتر على يعني احنا ممكن نكون ابطال جمهورية وبتاع لكن انوصل للمراحل الاليمبية دي لازم نهتم بالالعاب اللي فيها رمي تمام لان هي دي جيناتنا لان نستطيعن احنا نكون ابطال عالم في الميت متر ولا متين متر ولا ربا ميت متر ممكن المشكلة لك لا في تدريج دلوقتي الرمي لانك انت بيولوجيا طب العناصر التانية عندنا خمات ولكن ما فيش مدربين كويسين فيها انت مثلا طلع عندك تالت عالم قرات حتم مرسال بتاع الناد الاهلي في الوزو الطويل طبع 8 متر حاجة و33 و30 دي ما حدش عملها قوي جدا من الرقم هقولك اه بس انت ايه طب يا طرى المشكلة في ايه المشكلة انك بتقول الرمي بعلم تيكنيك طب الجاري ما حدش بيعلم تيكنيك جاري مع ان الجاري محتاج تيكنيك راهيب 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 وفي التوقيت التاكتك المعين التكنيك بتاعه لازم تجيب رجليك تحت مركز ثقلك في الحود هتلاقي جسمك بيتحرك لوحد غزبا عنك ازاي بقى فيه اقتصادية في الحركة وانت بتجري عشان نفسك اه اللعيب بتاعنا بتعمل ايه بتجري يحود يقولك يفتح الخطوة يفتح الخطوة حط رجله قدام بيعمل بريك يعمل فرمالة خلاص ضع منه الزمن لكن ازاي يعمل تكنيك ويجيب رجليك تحته ده المروح مسهلة لا مسهل ما بتربطي بقى البيوميكانيك والبيولوجيا والتشريح والإصال كل حاجة بتربطها مع بعض عشان تدي تكنيك المدربين على الاسف عندنا بيئس الزمن يجيبوا السريع يقولوا بيئس الزمن يقولك ده السريع طب ازاي يعلموا تكنيك ما فيش تكنيك عطول بيبدأ تدريب ليه ليه بنشوف مثلا مواهب بتكون طيبة في بلدها يروحوا مثلا دول زي امريكا رعبكوة في امريكا رائعة في جامايكا يعني جامايكا اعتقد اقوى دولة في العالم في المسافات في المسافات في المسافات في السورة في المسافات أسنبولت بطل العالم يعني بيروحوا هناك تكنيك بتاعهم بيتغير تماما وطريق التدريبات بهم ومسافاتهم لان انا اعرف ان العاب القوة والسباحة الالعاب الرقمية اللي هي بتفرق في فيمته ثانية دي الاول عن التاني بتبقى الموضوع صعب عندنا في نزة ملك اتنين لعب مصر اسم محمد احمد في كندا وفوزية خير في امريكا فعلا عندنا اتنين محترفين ها كابتل امو مش محترفين فوزية خير طبيبة علاق طبيعي واحمد محمد احمد مهندس 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 مكينيكا اه فالاتنين بيدرسوا برا وبيتعلموا بيتعلموا تكنيجاري بيجعلموا بعد كده بيتكسب كل الاندور الموجود في امريكا بتكسبوا عم الساوي الجامعات فوزية خير وان شاء الله هي جاية بعد يومين هتلعب بطولة الجمهورية انها حطين في خططنا انها تكسب اول ان شاء الله في 800 متر وتخشي منتخب مصر بتلعب بطولة العربية اللي في شهر 4 كم سنة فوزية خير فوزية خير درجة اولة يعني كبيرة تعتبر حاجة وعشرين يعني اه اربعة وعشرين اه يعني ليش سبيرة عظيمة لا تعتبر صغيرة اه اني محنش عرفها في مصر هم فوق بيها السنة اللي فاتت ومن لعبة 800 ولعبة 4 في 400 خادت تاني طبعا ما كيتش بتتمرن وجاية من امريكا جات متدار للنار عطول فالسنة دي ان شاء الله فيه مفاجأة بالنسبة له احنا على مستوى ان شاء الله الفريل اول ان شاء الله راحين للمركز الاول على مستوى الجمهورية بإذن الله الحمد لله عندنا ده عايز اقول لحباك احنا السنة فاتت خسرنا شوي بطولات تصاب البنات اللي أعلى لهم بكب محروس ابطال مصر في المصفلات مستوطة طويلة العادات والتقاليد بتاعتنا انهم واحدة في الاتنين واحدة في المحلة والتانية في يوم العادات والتقاليد وظروفهم الاجتماعية حالة دون ان يشاركوا معانا في البطولات لو كانوا لعبوا معانا كنا كسبنا حتى الدرجة وكنا كسبنا كوز بتاعت المدمار ان شاء الله خير ان شاء الله خير عندنا مواهب هيلة مواهب رهيبة يعني عمر البنت مريم عمر والولاد يسف زكريم انا متوقع ليهم ابطال عرب ومشاء الله يعني ان شاء الله دبت الحمد انا بشكرك ومشكرك اساسا كابت المحروس عبد جد على يعني اي حد بيضيف لنادي الزمالك وبطولات لنادي الزمالك بيبقى شرف لنا كزمالكوية وبنسعد بيه ان احنا هذا الكم من البطولات بيحصدها العاب جمعية في نادي زمالك شكرا كابت المحروس دكتور حمدي انا شكرا وانا عارف ان انت تتبع العلم وبتحاول انت تكون دائما العلم موجود في الرياضة هذا شيء مهم جدا مع الموهبة شكرا دكتور حمدي وتمنلك دائما التوفيق الله يخليك فيه نطلع لتقرير مع الجماعة العمية في نادي الزمالك رأيهم في مطش جورماهية ونستقبل بعدها الصحفين المحترمين الاستاذ محمد رجب والاستاذ مدير تحرير الاخبار والاستاذ علي بركة طبعا رئيس مجلة نادي الزمالك وايضا الصحفي الكبير بالاهرام يلا بنا